موسيقى موعد النشط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل حذر نايب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك من أن أسعر النفط قد تقفز فوق حاجز 300 دولار للبرميل في حال حضرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا نوفاك في بيان مصور عذاعه وتلفزيون الروسي الاثنين أكد أن منع السراد النفط الروسي سيكون له آثار وصفها بالكارثية على السوق العالمية وقد يدفع موسكو لحضر الغاز عبر خط عنبيب نورستريم واحد المسؤولة الروسية ذكر أن استبدال الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق أكثر من حام موضحا أن الخام الروسية توفروا على أسواق بديلة عن أمريكا وأوروبا من الواضح تماما أن التخلي عن النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية الأسعار قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر من المستحيل استبدال النفط الروسي في السوق الأوروبية بسرعة سيستغرق الأمر أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين الذين سيكونون الضحايا الأساسيين يجب على الساسة الأوروبيين أن يحذر مواطنيهم والمستهلكين مما ينتظرهم ولدى روسيا القدرة على إعادة توجيه صادراتها من السوق الأوروبية نحو أسواق أخرى هذا وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما للأثنين متجاوزة حاجزة 140 دولار للبرميل في مستهل تدولة الأثنين أداء تاريخي يتوقع تجار الخام أن يدفع حضر استراد النفط الروسي بالأسعار إلى 200 دولار للبرميل بنهاية الشهر الجارية تتوسع دائرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتتصاعد حدة المواجهة الميدانية لتسجل معها أسعار النفط داء تاريخيا بمؤشرات غير مسبوقة منذ 13 عاما لمست خلالها أسعار البرانت القياسي حاجزة 140 دولار للبرميل محققة أكبر مكاسب يومية فقط العشرين دولار للبرميل ارتفاع قياسي راكم من مكاسب الخام منذ بداية العام الجاري لتفوق 65% في ظرف أقل من شهرين ونصف الشهر مسجلة أفضل أداء سنوي منذ 2009 ومتجاوزة المكاسب السنوية المحققة على مدار السنة الفارطة حينما شهدت أسعار النفط زيادة في حدود النصف لتضع الذهب الأسود على مصاري تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 1999 المنح التصاعد لأسعار النفط يكون هكذا أمام مصاري مفتوح على جميع الاحتمالات مع ترجيح التجار في سوق الطاقة بلغ خام برينت حاجزة 200 دولار للبرميل هذا الشهر وسط حالة من الذعر تخيم على التداولات في ظل إمكانية حظر الخام الروسي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم ما يهدد تدفق نحو 7.8 ملايين يوميا مخاوفه تعدة الشكوك التي تحوم حول محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية ما يؤجل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق فاضلا عن تعطل الإمدادات الليبية بانخفاض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يوميا كشف مشاريعون أمريكيون عن الخطوط العريضة لتشريحا يمنح واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بيان النحن المجموعة التي تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري ذكر أن الخطط تتضمن حظر استيراد منتجات الطاقة الروسية وتعليق العلاقات التجارية العادية مع موسكو غير أن البيت الأبيض ذكر أن رئيس جو بايدن لم يتخذ قرارا حتى الآن بإنشان فضر فرض حظر على النفط الروسي قفز متوسط سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي الاثنين متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق والمسجل في 2008 بلغ سعر لتر الواحد من البنزين مستوى أربعة دولارات فاصل أربعة عشر ما يتجاوز المستوى القياسي المسجل في جوليا 2008 حينما وصلت سعر والوقود في أكبر اقتصادات الحالم إلى أربعة دولارات فاصل أحد عشر في أستراليا علقت شركات التكرير شراء النفط الخامي الروسي لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات في قطع العلاقات التجارية مع روسيا وأكدت شركة التكرير الأسترالية فيفا انرجيا تولتا أنها ستتوقف عن شراء النفط الخامي الروسي بينما قال متحدث باسم عن بول شركة التكرير الأخرى في أستراليا إن المجموعة لم تشتر النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا مع تفاقم المخاوف بشان تداحيات فرض حقوبات على صدرات الطاقة الروسية قفزت الحقود الأوروبية للغاز الطبيعي خلال تعاملات الاثنين إلى أعلى مستوى على الإطلاق وسجل سعر الغاز في أوروبا لليوم الرابع على التوالي رقما تاريخيا بارتفاع قدره 79% منذ بداية التدولات الاثنين في بورصة لندن ليلامي سعر بعد ألاف دولار لكل ألف متر مكاحب ارتفع سعر الحقود الأجلة لشهر أفريل في مركز تيتي أف الهولندي القياسي الأوروبي لأكثر من 3 899 دولار لكل ألف متر مكاحب ما يعادل 345 يورو لكل ميجاوات ساعي اشتركوا في القناة رجحت المفاوضية الأوروبية توقف دول الاتحاد الأوروبي عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات مع إمكانية الشروع في الحد من اعتمادها عليها في غضون أشهر قال مسؤول سياسة المناخ في المفاوضية الأوروبية فرنسا تيمر مانز إن الخطة المتحدثة للتكثل القرية ستنقل بشكل ملحوظ اعتماد أوروبا على الغاز الروسي هذا العام على أن تتوقف القرية عن استراده في غضون سنوات خطة المفاوضية تستهدف خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوية بتزامن مع خطط أمريكية وأوروبية لحظر صادرات النفط الروسية حذرت شركة إنجيل فرنسية من مخاطر وقف صادرات الطاقة من موسكو ونفاذ مخزونات أوروبا من الوقود الأزرق وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة إنجيل فرنسية إن أي قرار بوقف واردات الطاقة الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيؤثر على إمدادات الطاقة لفرنسا وأوروبا خلال فصل الشتاء المقبل وفق المجلس التنفيذية للبنك الدولي على حزمة قروض ومنح طارئة قيمتها سبعمائة وثلاثة وعشرون مليون دولار لأوكرانيا لدعم ميزانية الحكومة في تمويل الخدمات الأساسية للبلاد البنك في بيان أكد أن حزمة التمويل مواجهة لمساعدة الحكومة في دفع أجور العاملين بالمستشفيات ومعاشات كبار السن والبرامج الاجتماعية للفئات ذات الدخل المحدودة وقال البنك إنه يعد بحزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا في الأشهر المقبلة ودعما إضافيا للدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين وصلت أولى سفن الخط البحري المباشر والمنتظم بين الجزائر وموريطانيا الاثنين إلى ميناء نواكشوت مراسم وصول باخرة جورايا بمناسبة إطلاق الخط البحري التجاري بين البلدين إلى ميناء الصداقة في الحاصمة نواكشوت أحضرها أعضاء من الحكومة الموريطانية إلى جانب سفر الجزائر محمد بن عطو الذي أكد أن أول رحلة بحرية للخط التجاري كانت محملة بمواد صيدلانية ومخبر متنقل للتحاليل ومحدات موجهة للحماية المدنية وينتظر أن تصدر الجزائر عبر هذا الخط البحري لموريطانيا ومنها إلى دول غرب إفريقيا العديد بين السلاح والمتاجات الزراعية والمستلزمات المنزلية والتجهيزات الإلكترونية هذا الخبر مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى الختام نشكركم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة